اشتركوا في القناة اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رحمة للناس والمهدي يرسل ويأتي إلى الناس ويظهر رحمة للعالمين العلاقة بين رسول الله وبين المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهما إنما هي عملية إنقاذ لهذا الإنسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء بشارة للناس وهذا المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه هو البشارة تتم لبشارة رسول الله استمرارية لمنهج السماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسل لإنقاذ الأمة من الجهل والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يظهر لإنقاذ الأمة من الجهل ومن الفساد ومن الدمار ومن الظلم والجور إذن العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعلاقة بين الإمام المهدي علاقة مترابطة الرسالة واحدة والمنهج واحد وإنما الإختلاف الزماني والمكان رسول الله صلى الله عليه وآله في 23 عام عمل لإنقاذ الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله جاء رسول الله وانطلق في مكة والمدينة والمنطلق كان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هكذا ينطلق مهدي وآل محمد صلى الله وسلم عليه من المدينة ومكة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى منهج واحد ورسالة واحدة لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على استمرارية المنهج في أمير المؤمنين وفي الإمام الحسن المشتبى وفي الإمام الحسين وإمة إهل البيت صلى الله وسلم وعليهم أجمعين ويجعل الانتظار للمهدي عجل الله تعالى فرجه إنما هو استمرار لمنهج القرآن هو التمسك بالعترة بالقرآن والعترة هو التمسك بمنهج السماء لذلك الإمام المهدي صلى الله وسلم عليه وهو الذي يحمل اسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إنما يأتي إلى الأمة من أجل مشروع إنقاذ متكامل الأمة اليوم تخشى من العواصف وتخشى من الزلزال وتخشى من البركان وتخشى من السونامي وتخشى من الفقر وكوارث الطبيعة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لما يظهر لا خشية من كوارث الطبيعة لا قلقة عن الحال والمستقبل الإمام المهدي لما يظهر الأمة ستعيش بالأمن والأمان والسلم والسلام المذنبون البعيدون عن الله تبارك وتعالى بظهور إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف سيندبون على أعمالهم السيئة ويتوبون على يد الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذن الإمام المهدي هو العطاء هو الخير هو البركة هو السعادة في عصر الظهور لا قلقة مع مهدي آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف ولا خوف من المستقبل تنتهي الكآبة والتوتر وكل العوامل التي تؤذي الإنسان وتؤلم الإنسان كلها تنتهي ولا يبقى منها شيء لأن النور الإلهي يتجسد في مهدي آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا لترابي مقدمه الفداء كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث رحمة للناس وأنقذ الأمة من الجهل والجهالة هكذا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ينقذ الناس من هذه الجهالة الجهالة العصرية الجهالة التي يتصور الناس أنهم يعيشون في تمدن وفي تقدم ولكن لا أخلاق ولا قيم ولا مثل الإنسان في عصر اليوم لا قيمة له الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يعيد للإنسان كرامته يعيد الشعور بالأمن والسلام والخير والسعادة والرفاهية يمسح على العقول فتكتمل أتعلمون يعني ماذا تكتمل؟ يعني هذه المشكلة التي نحن اليوم نعاني منها ترى أن الإمام روحي فداه مسح سواء ماديا أو فيوضات الإمام وبركات الإمام سلام الله عليه فإذا العقول اكتملت وإذا مسح على القلوب زالت الأحقاد وهذه الأمراض النفسية الموجودة هذه الشحناء هذه المشاكل بين الناس هذا القمع هذا الإرهاب هذا الإنسان المريض الذي في البيت يعانون منه وفي العمل يعانون منه وفي مواقع التواصل يعانون منه ما أكثر المرضى النفسيين الموجودين اليوم في عالمنا الإمام المهدي أرواحنا فداه في عصره لا مكان للمرضى النفسيين وإنما الأحقاد تنتهي السماء تنزل البركات والأرض تخرج الخيرات فلا مجال للفقر ولا مجال للإنسان يخاف الفقر ولا يخشى الإنسان صعد الدولار أو نزل الدولار لا يفكر بذلك الناس اليوم في هذه الدول نرى أنهم عينهم على العملة ارتفاعها وغلاء الأسعار وهذه الأمراض وهذه المستشفيات وهؤلاء الناس الذين يعني المشكلة الفقير لما يمرض لا ليس له دواء وفي بعض الدول حتى الدواء غير متوفر عند الناس إذن من لهذه الأمة من المنقذ الحقيقي لهذه الأمة لنكن صادقين المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه هو الأمل الوحيد لهذه الأمة إذن استغيثوا بإمام زمانكم توسلوا بإمام زمانكم في كل قنوت وسجود قولوا اللهم عجل لوليك الفرج عند الطعام ادعو لتعجيل الفرج عند الإفطار قولوا اللهم عجل لوليك الفرج في مضان الإجابة عند حرم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه عند حرم أبو الفضل سلام الله عليه عند أمير المؤمنين في مسجد السهلة والكوفة وجمكران وفي كل مكان يظن فيه الإجابة ادعو اللهم عجل لوليك الفرج ليس هناك إنقاذ لهذه الأمة للمشاكل للإشاعات لإشاعات لإتهامات صارت الناس لا قيمة للإنسان المؤمن اليوم الإشاعات تضرب يميناً وشمالاً يخرج البعض يحاول أن يقلل من شأن الآخرين من أجل الدنيا يحاربون منبر الإمام الحسين عليه السلام من أجل الدنيا ينزلون راية الزهراء سلام الله عليها من أجل الدنيا إذن هذه الدنيا الدنية التي يفقد الإنسان قيمته الأخلاقية والإيمانية والتربوية أي قيم لوجود الإنسان في هذا العالم غير أننا ننتظر الحجة بن الحسن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا هو الأمل الأمل الحقيقي للأمة ليس غير الإمام صلوات الله وسلامه عليه لذلك نسعى ليلة نهار ونفكر وعلينا أن نجعل التفكير وحتى العمل نحن ما زلنا ندعي الانتماء للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وسأقرأ لكم الرواية الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه وكيف أن الإمام الصادق ينفي الذين يدعون أنهم من الشيعة كل إنسان بإمكان أن يقول أنا شيعي ولكن من هو الشيعي؟ الإمام محمد الباقر سلام الله عليه يجيب على هذا التساؤل أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بمحبتنا أهل البيت فما شيعتنا إلا من اتق الله وأطاعه هذا الإنسان الشيعي الإنسان الذي يأكل أموال الحرام ليس بشيعي الإنسان الذي يعتدي على الناس ليس بشيعي الإنسان الذي يحاول قمع الآخرين وضرب الآخرين والوقوف أمام المؤمنين ليس بشيعي الإنسان الذي لا يصلي الإنسان الذي لا يتورع عن الحرام عن لقمة الحرام بعيد عن الله تبارك وتعالى بعيد عن الالتزام هذا ليس بشيعي أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بمحبتنا مجرد أنك تحب أهل البيت صرت إنسان شيعي لا إلا من اتقى الله وأطاعه بسم الله الرحمن الرحيم الإفلامين أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون مجرد أن تقول أنني إنسان مؤمن انتهى الأمر يعني فعلا أنت إنسان مؤمن هو لأنه هو الإنسان المؤمن من هو المؤمن هو بشكله بظاهره فقط الظاهر والباطن ما قيمة شكله الإيماني ولكن في الواقع أنا أأكل مال الحرام أعتدي على الأيتام أعتدي على أموال الناس أأكل الرشوة أأكل أموال الفصل لا أتورع بالحلال والحرام أي إيمان هذا أي تقوى هذه أي شعارات نحن نحك بها ولكن لما نصل إلى الجانب المادي في كثير من الأوقات المادة تظهر وتظهر حقيقة الإنسان إذن ليس كل من يدعي الولاء لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلام عليهم هذا هو فعلا من الموالين وهذا في عهد أمير المؤمنين الإمام الحسين عليه السلام خرجوا معه من المدينة ومن المكة قرابة أكثر من ألف وأربعمائة واحد كم واحد اللي استشهدوا في كربلاء في رواية ثلاثة وسبعين في رواية مئة في رواية قرابة المئتين الذين استشهدوا في كربلاء ولكن بعض الأسماء موجودة ليست كل الأسماء موجودة أين الباقي نقول ألف ومئتين من الشيعة كانوا مع الإمام الحسين مع إمام زمانهم أين رحلوا؟ أين ذهبوا؟ لماذا تركوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ والإمام الحسن من الذي ضرب فخذ الشريف بالخنجر؟ ألم يكونوا من أصحابه؟ الذي يدخل على الإمام يقول أسلام عليك يا مسخم المؤمنين يا مسخم وجه المؤمنين من هو؟ أليس من أصحاب الإمام؟ وهذا في تاريخ لأم سلام الله عليهم نحن ولا في عصر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف كم من الذين يدعون الإيمان والقرب من الله؟ ولكن السلوك لا نتكلم عن العلاقات الاجتماعية والمصالح الذاتية هذا له مصلحة وذلك له مصلحة ولكن لما يصل الأمر إلى الله تبارك وتعالى لما يصل الأمر إلى إمام زمانك ذلك الوقت الفيصل أنت الذي تأكل مال الحرام أنت الذي تحارب المؤمنين أنت الذي تدافع عن مادياتك وعن مصلحتك سيأتي ذلك الوقت لا وقت للندم انتظر الأمر فقط هي قضية وقت فإذن المهدوية هي غربلة وتمحيص الإنسان المهدوي الناس يا صاحب الزمان يفكرون بأنفسهم بدنياهم بمصالحهم تركوك يا صاحب الزمان يا حجة الله نعلم كم أنت متألم من هؤلاء الذين يدعون أنهم من الشيعة أنهم من المؤمنين ولكن كم منهم يدعوا لتعجيل الفرج كم منهم من يصلح نفسه وإلا هذا التمحيص وهذه الغربلة اللي يحكون عنها أهل البيت في رواياتهم حتى تغربلوا وتغربلوا وتغربل أي غربال هذا أي غربال لهذا الإنسان أنت تخب بنفسك تعمل ما تعمل في الخفاء ولكن الله يطلع إمام زمانك يطلع شكثر الإنسان يريد أن يخبي الحقيقة شكثر الإنسان يريد أن يتظاهر بالإيمان وفي قلبه النفاق وإن كان مظهره مظهر الإيمان ولكن النفاق يتغلغل في وجوده في أساسه لذلك المهدوية غربلة وتمحيص وتطهير وهذا التطهير لنفس الإنسان الدنيئة هذا الإنسان الذي يتراكض على الدنيا الذين يضربون بعضهم الآخر من أجل الدنيا من أجل المنصب من أجل المسؤولية من أجل أن تكون كلمته الأولى أين الله في حياتكم؟ أين صاحب الزمان في حياتكم؟ في منهجكم؟ يا من تدعون الإيمان ولكن في هذه الدنيا وفي هذه الساعات وهذه الأيام الأمور تسير كما أنتم تتصورون أنها تسير ولكن يأتي صاحب الأمر فيطهر الأرض منكم تكون من تكون هذا التمحيص والغربلة يشمل كل إنسان ولكن لمن يعتبر من هذه الدنيا فإذن هذا يعني أننا علينا في حياتنا اليومية في حياتنا العملية هذا يعني في حياتنا مع المجتمع في داخل البيت في داخل المدرسة في داخل الجامعة في داخل الوظيفة في داخل المجتمع في مواقع التواصل في كل مكان أن نحيي القضية المهدوية قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الكل مقصر دراستي أهم من الإمام المهدي عملي أهم من الإمام المهدي شهادتي أهم من الإمام المهدي امتحاناتي أهم من الإمام المهدي وعند البعض حتى أهم من الصلاة الناس يفطرون في شهر رمضان من أجل دراستهم يعني من أجل الدراسة أفطر من أجل الدراسة لا أصلي وبعدين تقول يا الله لماذا رب العالمين لا يستجيب لي أنا دعوت الله تبارك وتعالى وعملت كذا وكذا وتوسلت بالله وبأهل البيت عليهم السلام ولم يستجب وأنت تركت صلاتك من أجل الدراسة وبإمكانك أن تجمع بينهما وتركت الصيام من أجل الدراسة يا مسكين يا مسكينة الامتحانات تضربون صلاتكم دينكم وإيمانكم علشان ماذا وماذا إذا ظهر الإمام المهدي إذا الله أنتم تخليتم عن الله تبارك وتعالى يسافر يقول بعض الشباب يسافر يقول بالسفر ما في مكان للصلاة وما تمكن تصلي وأرجع من السفر يا مسكين من يقول ترجع من يقول في الطائرة أنت لا تسقط من يقول أنك تموت في فراشك ترجع بعدين تقضي صلواتك هذا أي دين أي علاقة عندك بالإمام الحسين أي علاقة عندك بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشرف لماذا يضحك الإنسان على نفسه لماذا الإنسان يخادع نفسه إذن إذا إحنا الإمام المهدي ما موجود في حياتنا ولا نشعر بالإمام أضعف الإمام دعاء المستمر ما فيه يمكن يوم الأيام نعم أدعو الإمام وبقية الأيام إذا لا أعيش الإمام المهدي صباحاً ظهراً عصراً مساءاً لا قيمة له إذا في وسط الليل لا أقوم وأقول اللهم عجل لوليك الفرج لا قيمة له الدنيا عمت وأعمت هذه العيون والقلوب والإمام المهدي ذا رب العالمين أتخلى عن رب العالمين ما أتخلى عن الإمام المهدي صلواته الله وسلامه عليه فإذا ليس في الشدة وفي المصيبة وفي الأزمة وفي المشكلة نتوسل بالإمام عجل الله تعالى فرجه وإنما حتى في الرخاء حتى يوم اللي ما عندك مريض حتى يوم اللي ما عندك مشكلة حتى يوم اللي ما دخلت فيه أزمة تتوسل بالإمام تقول أغثنا أدركنا العجل الساعة 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 الفرج 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 العجل 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 الغوث 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 لماذا هذا التكرار حتى تشعر حتى هذا العقل الباطن عندك يسجل اللاوعي يسجل الاستغاثة بالإمام فعلا لما نقع فيه مشكلة وفيه أزمة نقول يا صاحب الزمان ونستغيث بإمام زماننا أرواح نافدة هذا يعني أننا نعمل لتهذيب هذه النفس نعمل العمل مهم العمل يعني كل شاب كل شاب كبارا صغارا النعمل يعني حتى في موضوع التسمية كثيرا الآن من المؤمنين ومن الأسر أسماء أبنائهم بناتهم حتى اليألان يولدون أسماء غريبة وعجيبة يا جماعة لماذا لا تسمون بأسماء أهل البيت عليهم السلام لماذا وأنا ألبس سواد في يومي في أيامي عاشوراء ومحرم صفر وأجي إلى المشاية ولما تجي إلي بنت أو صبي ما سمي على أسماء أهل البيت أي مشاية أي حضور في مجلس إمام الحسين أي بكاء على الحسين ابني ما سميت بأسماء أهل البيت حفيدي وحفيدتي ما سميتهم بأسماء أهل البيت والله سمي باسم جدي وجدك منه يعني على اسم الوالد واسم والد من هو على اسم جدتي وعلى اسم أمي اسم الزهراء سيدة زينب سيدة سكينة سيدة رقية السيدة نرجس أسماء أهل البيت من تقول أبي وأمي وجدتي هذا أن تعيش الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إذا ما تحولت الأمة إلى أمة مهدوية إذا ما عاشوا لإمام المهدي في حياتهم لا ينفع كم من الناس كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ودقوا صدورهم نحن معك يا رسول الله أنفسنا أنفسنا لنفسك الفداء أي فداء في حربي أحد هربوا أمير المؤمنين الثلاثة يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أين يظهر الولاء للإمام عجل الله تعالى فرجه إذا اليوم إحنا في الرخاء أنا أقول اليوم في الرخاء لأن أعلم الأمة في الشدة الآن الناس يعيشون في قلق إذا أنت الآن في قلق لا تشعر بالإمام إذن متى تشعر بالإمام متى نستغيث بالإمام متى نقول يا أبا صالح المهدي أدركني وأغثني يا صاحب الزمان أغثنا أدركنا متى نقول متى نقف عند كل جملة من جملات دعاء العهد ونجدد العهد مع الإمام كم من الناس الذين يدعون الإيمان صلاة الصبح قضاء البعض منهم يقطعوا في الصلاة لا يصلي يتظاهر بالإيمان ولكن صلاة ما يصلي البعض صلاة الظهر للأذان ساعة اثناء يش يصليها ساعة أربعة خمسة البعض يخله مع بعض مغرب وظهر وعصر ومغرب وعشاء كأنه يجمعون الملاكة بوقت واحد يا مساكين هذا قمة الجهل هذا عدم المعرفة كم مننا من لا يصلي صلاة الصبح ويقول أنا إنسان مؤمن أنا إنسان حسيني أنا إنسان مهدوي أنا إنسان موالي لأمحمد وآل محمد سلام الله عليهم صلاة الصبح هكذا يأمر بك النبي صلى الله عليه وآله هذا أمير المؤمن يرضى بفعلك الإمام الصادق يرضى إمام زمانك يرضى تتصور أنهم يتشفعون لك والإمام الصادق عليه السلام يقول لا تنالوا شفاعتنا مستخفا متاركا أنت مستخفا بالصلاة فاعتبر يا ابن آدم على كل حال الامتحان كثير والابتلاءات وهذه الدرجات التي تعطى للإنسان الإنسان المادي يفكر بالدنيا يفكر بتأثير الدنيا ولكن نحتاج إلى يقضى الضمير هذه الضمير متى ينتفض الوجدان متى يقول يا صاحب الزمان متى نخرج من الشكلية والظاهرية متى نتحول إلى حقيقة المنتظر للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجو الشرف متى احنا هذا اليألان نريده هذا الشيء اليألان نحن نبحث عنه أن المجتمع يتوجه للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه الأمة خذلت النبي صلى الله عليه وآله ألم تخذل النبي الأمة ألم تبايع الإمام أمير المؤمنين في غدير خم أين الأمة أين المسلمون أين هم وأين أيضا الذين بايعوا لإمام الحسن الذين بايعوا لإمام أمير المؤمنين الذين بايعوا لإمام الحسين أين هم نحن أيضا على هذا الطريق إذا الآن لا تكون هناك صحوة مهدوية فعلا نتوجه للإمام صلوات الله وسلامه عليه فنحن نشعر بالضياع الأمة في ضياع دائم توجه للإمام زوروا الإمام ولو قل صباحا السلام عليك يا صاحب الزمان فقط هذه الكلمة السلام عليك يا بقية الله قل هذه الكلمة ما في مشكلة قل هذه الكلمة حتى نكون مع الإمام ونعيش مع الإمام ونتوجه للإمام صلوات الله وسلامه عليه إذن الآن نحن ونتكلم عن صفات الشخصية المهدوية والإنسان الذي يحاول أن يتقرب للإمام نحن الآن نحاول أن نقترب من الإمام المهدي وفق روايات أهل البيت يعني ننظر أهل البيت ماذا يقولون ما هي الصفات المطلوبة في روايات أهل البيت هذلك الأمر نحن نطبق ونصيره عليه لذلك نحتاج فعلا نحن نحتاج إلى الإنسان الذي يكون فعلا روح الإنسان ونفس الإنسان ومشاعر الإنسان هذا يحتاج إلى عمل تذهب إلى العمل تخلي يافطى السلام عليك يا صاحب الزمان في داخل البيت تخلي يافطى اللهم عجل لوليك الفرج يافطى برواز كلمات أكتب اللهم عجل لوليك الفرج يا بقية الله يا حجة ابن الحسن أي شيء بالنتيجة عيني تقع على هذه الكلمات تذكرني بالإمام هكذا في السيارة بالبيت بالعمل في كل مكان هذا التكرار الدائم لا شك أنه سيؤثر في نفسي دائما لما أكرر هذه الكلمات لا شك أنه سيؤثر في نفسي هذا الارتباط بالإمام المهدي نحن الآن بحاجة إليه عدنا اتصال الأخ حيدر من البصرة فضل أخ حيدر فضل أخ حيدر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليك يا ضاء المناصب بمحتة النبوية حياكم الله أهلا وسهلا تفضل شلو عندك سؤال أولا نتاليكم الدعاء الشيخنا الله يقضي حوائجكم إن شاء الله حياكم الله الشيخنا 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 زمن ظهور الإمام يعني أو نوب أو بنسبة وهذا أول شيء السؤال السؤال الأول ما سمعت السؤال ما فهمت يعني مواضع عندي الشعار الحسينية الشعار الحسينية من بعد ظهور إيمام إيمام سعين ظهور إيمام سعين بعد وفاة إيمام إن شاء الله إيمام إيمام المهدي عليه السلام نعم يعني يعني شوال مثل تبقى يعني الشعار نعم ظهور مع وجود إيمام سعين بعد سؤال ثاني إذا تسمح تفضل بالنسبة لزيارة عشوراء اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي نعم أين هو السؤال ما هو سؤالك يعني يعني في صلحة جملة يعني 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 إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أولا في قضية الشعائر الحسينية بعد رجعت الإيمام الحسين صلى الله عليه وسلم وعليه لأن الروايا تقول الذي يصلي على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم وعليه ولكن أقول كلمة واحدة أولا إحنا في أصل السؤال أولا إحنا مش مطالبين أن نتكلم بعد رحيل الإمام المهدي سلام الله الآن نحن في عصر الغيبة حتى السؤال لما نسأل نحن الآن في عصر الغيبة عصر الغيبة الكبرى نحن الآن لابد أن نعرف أنه ما هي مسؤوليتنا في عصر غيبة الإمام سلام الله عليه المرابطة في عصر الإمام عجل الله تعالى فرجه يعني ما هي ولكن نحن نتكلم بعد بعد ما رجعت الإمام الحسين الآن هذا السؤال ليس في محلة أولا هذا السؤال ليس في محلة أنت الآن نتكلم تكلم بالإمام المهدي أنت الآن خلت الإمام يظهر وبعد ظهر الإمام ورحيل الإمام تسأل السؤال شعار حسين بقت أو ما بقت أولا هذا الأمر يتعلق بالإمام سلام الله عليه الذي أقام الشعار على الإمام الحسين هو الإمام المهدي فلأن دبنك صباحا ومساء ولهبكين عليك بدل الدموع دمى الأول من أقام هذه الشعار هو الإمام زين العابدين عليه السلام والسيدة زينب عليه السلام واستمرت في عصور الأمة عليه السلام والإمام المهدي أيضا على هذه السنة التي جرت عند أهل بيت عليه السلام في إحياء هذه الشعائر الحسينية المباركة والمقدسة وأما إلى قضية الإمام الحسين لكل حادث حديث الآن مو هذا كلامنا هذا السؤال والسؤال الثاني اللهم لك الحمد وحمد الشاكري على مصابهم نحن نحمد الله في كل حال الحمد لله تبارك وتعالى لا يكون في حالة واحدة وإنما يكون في كل الحالات الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى ويشكر الله على كل حال السيدة زينب عليه السلام ماذا تقول ماذا تدعو بعد استشهاد الإمام الحسين تقول اللهم تقبل منا هذا القربان تقبل منا هذا القربان هو هذا الأمر يكفي في ذلك نتوجه إلى هذه الرواية وهذا الحديث اللي وارد عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم وعليه ونحن في روايات أهل البيت لماذا نركز على الرواية لأن رواية الإمام وحديث الإمام والإمام يضع النقاط كما نقول يضع النقاط على الحروف ويبين الأمر بما هو هذا ليس كلام إنسان يكون من يكون ولكن لما نتحدث عن الإمام المعصوم وعن رواية للإمام المعصوم سلام الله عليه فالأمره يختلف إجاءنا اتصال آخر خلنسمع هذا الاتصال وبعدين الأخ أبو حيدر من ديالة فضل أخو أبو حيدر أهل ومرحبا السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله أسعب الله أياكم الله أهل ومرحبا بارك الله فيكم شيخنا كيف نفرق بين الصيحة الأولى والصيحة الثانية في زمن الظهور نعم والسؤال الثاني هل الإمام يعني هو عايش يعني بال يعني بال بالطبيعة يعني بالأمر الطبيعية لو بالمعجزة هاته حاليا بالليلة نعم نعم أحسنتم نسألكم الدعاء حياك الله موافق إن شاء الله خلو حيدر بالنسبة للجواب على السؤال الأول المشهور هناك صيحة واحدة يعني الرواية تقول هناك صيحة واحدة وهذه الصيحة لجبرائيل صيحة بين السماء والأرض يا أهل العالم لقد ظهر مهدي وآل محمد صلواته الله وسلامه عليه هذه الصيحة المشهورة الصيحة المشهورة أن النائم يستيقظ وأن الجالس يقف وأن الواقف يتحرك حتى في قضية المرأة الحامل يعني تتأثر وتتألم عموما الصيحة كل الناس في كل العالم بكل لغاتهم يسمعون هذه الصيحة الآن موضوع الصيحة الأولى والثانية الروايات الحتمية الرواية حتمية تقول صيحة واحدة نعم هناك بعض الروايات تقول أكثر من صيحة ولكن هي صيحة واحدة واضح أنه الصيحة مو حدث كوني بسيط عادي وليس أنه جماعة من هذه الدنيا يسمعون كل العالم بكل لغاتهم يسمعون الصيحة وسيكون أمرا واضحا وجليا على ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يعني نحن سنميز الناس سيميزون أن هذه الصيحة هي صيحة الظهور للإمام المهدي عجل الله تعالى فرج والشرف إذن هي صيحة واحدة في الأحاديث الحتمية هي صيحة واحدة ليست أكثر من صيحة نعم بعض الروايات تقول هناك أكثر من صيحة نحن لا نأخذ بها نأخذ بهذه الصيحة اللي سيكون أمرا واضحا وجليا إلى كل الناس بالنسبة إلى السؤال الثاني الإمام المهدي بيننا موجود لا تصور ترى الإمام البعض يقول في جزيرة برمودة الإمام يعيش بالصحراء الإمام يعيش بالجبال الإمام يعيش في السماوات لا الإمام بيننا موجود ولكن نحن لا نعرف الإمام الإمام بيننا وقد يكون أنه رأيناه في مكان من الأماكن بعد الظهر المقدس الإمام قد البعض يقول أن رأيت الإمام ولكن الإنسان لا يعرف أن هذا هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولكن الإمام هو بيننا وموجود الإمام المهدي وليس في الجبال ولا في الصحراء ولا في جزيرة برمودة وأن الإمام موجود معنا يحضر في مجالسنا صلوات الله وسلامه عليه كلما تكون هذه النفوس طيبة وطاهرة ونقية الإمام يحضر فيها أكثر فأكثر الأخ مهدي من بغداد تفضل أخ مهدي حياك الله من بغداد أخ مهدي تفضل أخي نعم عزيز تفضل 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 أخ مهدي انت على هوا مباشرة تفضل أخي السلام عليكم شيخي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخي أكون رائعا يعني ما متأكد منها شكل مضبوط أنه تخرجت يد بيضاء في السماء شلون؟ تخرجت بيضاء في السماء شنو بيضاء بالسماء؟ نعم يد بيضاء في السماء تخرج ها يد يد بيضاء يد بيضاء يد بيضاء نعم بلي بلي وانتشرت بالعاونة الأخيرة كثير من النشورات يقول يعني صورين يد بيضاء غير من شكل يد بيضاء نعم هل هذا صحيح؟ أحسنت أخ مهدي؟ الله تعالى أخ مهدي أحسنت شكرا لك شكرا لك طبعا سؤال الأخ مهدي يتكلم عن اليد البيضاء في السماء وكثرت هذه الحالة طبعا إحنا إلى الآن ما شفنا لا يد بيضاء في السماء ولا سيمكن أكو بعض حركات الغيوم وبعض الأمور ترى بالفوتوشوب يعملوها ما شاء الله عدنا ذول الشباب يشتغلون شغلات بالفوتوشوب واليوم كل شيء موجود بإمكان الإنسان يعمل اللي يريده في هذه الأمور احنا في الروايات الحتمية ليس لدينا رواية من علامات ظهور الإمام الحجة ظهور يد في بيضاء في السماء هذه الرواية غير موجودة وإذا سمعت قد تكون من هذه الروايات اللي لا يعتنى بها وإلى الآن نحن لم نرى أي ظاهرة من هذه الظواهر نحن الآن في قضية الإمام المهدي كثيرون اللي يدعون القضية المهدوية انتبهوا جيدا أحبتي يعني يجي واحد يقول مثلا موجود شخص باسم الأحمد بن الحسن زين والشيخ الطوسي يذكره والشيخ المفيد أيضا يذكره زين أسأل سؤال أولا هذه الرواية متواترة أم لا غير متواترة رواية صحيحة أو غير صحيحة هذه الرواية يمكن الاعتماد عليها في السند أولا نقول نعم جدلا سلمنا أن يعتمد عليها وإن ذكرها الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي لم يقل كلها هذه متواترة وصحيحة أو الشيخ المفيد ذكرها أو علمانا ذاكريها لا يدل على أنه صحة الصدور لهذه الرواية وإن قلنا لا ننظر إلى السند إحنا هذا السند لا ننظر إلى نقول أصل الرواية لا إشكال من يقول أن فلان هو ذلك الشخص الذي وارد اسمه في الرواية سؤال من يقول أن فلان هو ذلك الشخص نحتاج دليل يعني قد يكون مثلا أحمد بن الحسن شخص موجود مثلا بالهند وشخص موجود في الدنمارك وشخص موجود مثلا في الكويت وشخص بالسعودية ووجب بالعراق وباللبنان وبالسورية وبالأردن مو دليل من يقول أن الرواية لما تحدثت عن اسمه هو هذا الشخص ألف إنسان يحملون هذا الاسم يحتاج إلى كرامة يحتاج يقول لا روح نام بالليل تضحكون على العقول شنو نام بالليل شنو يحلم شوف يعلموا الرؤية شنو هالضحك على العقول أي عقل تافه يقبل هذا الكلام أو هذا الإنسان اللي اللي يفرغون غرفة ويسوون عزيمة وهذه الغرفة ويخلون أكل الإمام يجي يأكل شتى يا أخي بطلوا من هالتفاهات إلى متى تضحكون على العقول الضعيفة إلى متى تستزغرون الناس في عقولهم هل كثر الإنسان ما عنده قيمة هل كثر الإنسان ضعيف ما لقيمة هذا الإنسان تضحكون على عقولنا وعقول الناس اللي يصدقون ويسد الباب ويجب بعدنا واحد يشيل الأكل يقول آه أجل إمامك هلا يعني كلها أمور تافهة وضعيفة أنا أقول لكل إنسان مؤمن لكل من يوالي محمد وآل محمد كن على يقظه كن على انتباه اقرأ الكتب الصحيحة في الإمام المهدي ليس كل إنسان كل منشور وصل إلي عن طريق الواتساب أو عن طريق الفيس أو عن طريق مواقع التواصل حصلت على منشور اعتبرت هذا صحيح اسمعت خبر من الأخبار في شخص من الأشخاص في مؤسسة في مستشفى في إنسان كذا يجي واحد إعلامي يتكلم بكلام ونحن نأتي نأخذ بهذا الكلام يا جماعة ليس كل ما يقال صحيح معاوية ماذا كان يوصنع معاوية لما استشهد الإمام أمير المؤمنين ماذا قالوا الناس عليهم كان يوصلي شي يسوي يستشهد في المسجد شو عنده رايح المسجد علي بنبي طالب شنو هو يصلي علي بنبي طالب هكذا كان معاوية يعمل الله معطيكم عقل تسمع خبر تعمل عليه شير ومشاركة وتنشره في القروبات ما تخاف الله مسؤولية شرعية نشر الأكاذيب من هنا وهناك يجي واحد إعلامي يتصد لموضوع هذا إعلامي مأجور ذول الناس مأجورين هؤذناك يفترون على المؤمنين معاوية نفس الشي عمل بنو أمية نفس الشي عمله بنو العباس نفس الشي عمله لازم يكون عندكم يقضي لمن واحد يتحدث تعرفون أنت اليوم المؤسسات واحد يضرب الآخر اليوم في جهات تضرب الجهات الأخرى وتجعل ناس يعملون في هذا المجال هناك أهداف وإلا الإنسان المؤمن لما يعمل يشوف بعض الناس اللي يحاولون أنه يضربوه خلاص أنا أقول بعد ما يعمل ما دام أنا الإنسان المؤمن أعمل عمل خير ويجوا الناس يتبلون علي خلاص ما يعمل هذا العمل فإذن الإنسان الله طالع عقل لشو حتى يتعقل حتى يفكر بهذا عقله خلي أقرأ الرواية كنت رول يا ريت ما دخل الاتصالات خلي أقرأ الرواية ونستفيد من هذه الرواية الواردة من الإمام الصادق أحنا جمال البحث والبرنامج هو بروايات أهل البيت عدنا أولا أخيرا هذه روايات اللي تعطينا شيء من المعرفة تجعلنا في الجادة وفي الصواب وقال لكل واحد يفسر على كيفه كل واحد يشتهد على كيفه كل واحد يتكلم بمزاجه يقول الراوي عن رجل عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله واسلامه عليه أنه دخل عليه بعض أصحابه فقال له يعني قال الإمام جعلت في ذاك إني والله أحبك وأحب من يحبك أولا الحب والعلاقة بالإمام سلام الله عليه يا ابن رسول الله ليس حبي لك فقط لا المحبين لك المؤمنون المتعلقون بولايتك وبإمامتك المعتقدون بها أنا أحبهم أيضا والله إني أحبك وأحب من يحبك يا سيدي ما أكثر شيعتكم هذا الراوي يقول للإمام الصادق الشيعة ما أكثرهم هناك كمية هائلة من الشيعة يعني ليس أنا اللي أحبك وأحب أتباعك لا الشيعة بكثرة قال لإمام سلام الله عليه أراد أن يبين نقطة مهمة ويوضح لنا الأمور يكشف إلينا المستور حتى لا نبقى في هذه الدوائر البسيطة حتى نتعامل بدراية بقراءة صحيحة فقال له اذكرهم اذكرهم فقال كثير زي منهم هؤلاء أنت تقول شيعتك كثيرين زي منهم اذكرهم الراوي تفاجأ بكلام الإمام قال له كثير يعني ما أحصي أسماءهم فقال تحصيهم تقدر تذكر عددهم فقالهم أكثر من ذلك ما تمكن أحصيهم يا ابن الرسول الله زينا الإمام الصادق عند علم الله وعند علم الغيب بإمكان الإمام أن يعرف العدد ولكن هذا رسالة الإمام يوصلها إلنا يعني هو جمالية الرواية فيها خطاب موجه إلينا جميعا فقال تحصيهم فقالهم أكثر من ذلك يعني ما أتمكن أحصيهم العدد كبير جدا فقال فقال أبو عبد الله صادق صلوات الله وسلامه عليه أما لو كملت العدد الموصوف ثلاثمائ وبضعة عشر كان الذي تريدون كان الذي تريدون يعني إذا إذا أنتم إذا أنتم كما تقول الشيعة هؤلاء الموجودين إذا فعلا هم موجودين لو كملت العدد ثلاثمائة وثلاثة عشر الإمام يتكلم عن أصحاب الإمام لو كملت العدد الموصوف ثلاثمائة و بضعة عشر كان الذي تريدون يعني ماذا يعني يظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه ولكن شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه هذا هو الشيع الشيع من هو هذا صوت اللي ما يوصل إلى سمعه يعني يتكلم كلام معقول كلام مدروس كلام من العقل الشيع مو بس لسان مو بس أذن وإنما الشيع اللي عنده عقل ولا شحناؤه بدنه شوف العبارة يعني حتى ما يقول أنه ما يصر عصبي مو أنه ما يعصب لا يعصب ولكن بحدود معينة ولا يمدح بنا ولا يجالس لنا معلنا ولا يخاصم بنا يعني بالنتيجة يراعي التقيية في بعض الأحيان أنت شيعي وتريد تتكلم على كيفك لا ليس الأمر على كيفك أنت يعني هناك ضوابط موجودة في مدرسة أهل البيت عليه السلام يجي واحد يتكلم يدخل عن طريق اليوتيوب عن طريق المواقع ويسمسب ويشتم في كل شيء لا أهل البيت ما أمرونا بذلك الشيعي المؤمن يقول الإمام سلام الله عليه ولا يمدح ولا يمدح بنا ولا يجالس لنا معلنا ولا يخاصم بنا قاليا عائبا لسه مشاكل ولا يحدث لنا ثالبا ولا يحب لنا مبغضا ولا يبغض لنا محبا كلها شروط كل شرط في دلال فقلت فكيف أصنع بهذه الشيعة المختلفون أو المختلفة الذين يقولون أنهم يتشيعون زيني بن رسول الله أنت ذكر الصفات ما موجودة في الشيعة من وين يجب هؤلاء الشيعة فقال فيهم التمييز فيهم التمييز وفيهم التمحيص وفيهم التبديل انتبهوا العبارات يقول تمييز يميزوا بعضهم على الآخر يمحصوا بعضهم على الآخر ويبدلوا بعضهم بالآخر يأتي عليهم سنون سنوات تفنيهم وسيف يقتلهم واختلاف يبددهم الإمام الصادق سلام الله عليه يريد أن يوصر رسالة مهمة جدا أن الإنسان الذي يسير على منهج الإمام المهدي المنتظر هذا الإنسان ليس هو الذي يتظاهر بالولاء لأهل البيت ليس هو ذلك الإنسان الذي يتظاهر بالتشيع وإنما الذي يسير على منهج محمد وآل محمد سلام الله عليهم هو الذي يكون فعلا من أهل الطاعة لله لو كنت مطيعا لله تبارك وتعالى ملتزما بأحكام الله تبارك وتعالى فأنت مطيع إلى إمام زمانك أنت ضمن المواصفات المؤمن الموالي لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه إذن نحن نسعى دائما نقاط الضعف موجودة فينا نحاول دائما أن نملأ نقاط الضعف نحاول الثغرات اللي يصير في حياتنا وعالم المادة نحاول أن نغطي هذه الثغرات نحاول ربي حياتنا تربية إيمانية ونسعى يوميا يوميا دائما نفكر في كل صغيرة وكبيرة نربي هذه النفس تربية إيمانية نقف أمام الغرائز أمام الميول أمام الشهوات حتى نعمل ونسعى بذلك أن نتقرب لإمام زماننا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أسأل من الله أن يثبتنا على العقيدة السليمة والصحيحة والصالحة والتي تقربنا من الله ومن أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم أجمعين وآخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج وحياكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة